اشتركوا في القناة هذه الصيغة الأولى والكثيرة الورود ربما الأكثر وروداً وفعول ومفعال وفعل وفعيل وفعيل ونلاحظوا أنه فيه فرق هون هذه فعيل اللي بدون شدة بيكون الفاعلها فتحة وفعيل اللي مع شدة بيكون تحتيها كسرة يعني خطأ أنه قول مثلاً ضنظيب وهذا يعني حكينا عنه بالتفصيل لكن من باب التذكير هذه أوزان لصيغة المبالغة عندنا أوزان أيضاً لصفة المشبهة هذه الأوزان هي أولاً فعلان ومؤنثها فعلة يعني إذا كان مذكر أقول فعلان مثل عطشان ومؤنثها فعلة عطشة وشرحناها الثانية أفعل ومؤنثها فعلة أحمر حمراء إلى آخره وعندنا فعيل وعندنا فعال وعندنا فعال فعال وفعال بينهما تشابه كبير لكن الحركة تفري هذا بالنسبة للتذكير لأننا اليوم سنخوض معاً في الأسئلة والتدريبات أولاً التدريب الأول يقول استخرج صياغ المبالغة فيما يأتي واذكر أوزانها يعني المطلوب منها شغلتين مثل ما إحنا متعودين الشغل الأولى المطلوب أن نستخرج صياغ المبالغة والثاني أن نذكر أوزانها صياغ المبالغة يعني لو وردت عندي صفة مشبهة أنا ما إلي فيها لو وردت معي صفة مشبهة لست ذا علاقة بها ما إلي دخل فيها بس صياغ المبالغة أولاً قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين كوننا بدنا نلاقي صياغ المبالغة من الجيد برضو كمان مرة نرجع نتطلع هون عشان نتذكر فقط لا غير كوننا ما زلنا في البداية أن أوزان صياغ المبالغة عندنا ستة فعال فعول مفعال فعل فعيل فعيل الآن نرجع لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم عندنا كلمة واضحة جداً أنها من صياغ المبالغة وهي سماعون لهم نحن نعرف أن الكلمة في الأصل سامعون لهم يسمعون لهم هذه سماعون لهم يعني كثير السماع لهم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم يعني فيكم من يستمع لهم بكثرة من يبحث عن أخبارهم ويستمع إذن سماعون أي كثير السماع هذه الأولى طيب ما وزنها وزنها نقولنا دائماً للوزن يعني فعالة ونطبق عليها سماعون فعالون سماعون على وزن فعالون فعالون طبعاً الوا والنون هي زيادة لأنها جمع إذن هو وزن فعال إذن من صيغ المبالغة فعال وزنها فعالون لأنها جمع سماعون قال تعالى وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ قال تعالى وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ما معنى حَلَّافٍ كثير الحَلَّاف إذن فيها مبالغة وزنها وزن حلا فعال نقول وزنها فعال طيب مهين مهين على وزن فعيل مهين هل فعيل من صيغ المبالغة؟ من صيغ المبالغة فعيل فعيل قلنا هي المشتركة بين صيغة المبالغة والصفة المشبهة كيف نميز من حيث المعنى؟ يعنى مهين على وزن عفوا على وزن فعيل إلها أجت لحال هتدخلة مهين على وزن فعيل أيضا هل هناك غيرها؟ نعم عندنا همَّاز همَّاز على وزن فعال ومَشَّاء مشَّاءٍ بِنَمِيمٍ يعني كثير يمشي بالنميمة أيضا على وزن فعال إذن في رقم أثنين يعني في فرع واحد عندنا أربع صيغ مبالغة هنا عندنا في ثلاثة لا تنظر نظر حسود ولا تعرض إعراض حقود لا تنظر نظر حسود ولا تعرض إعراض حقود نظر حسود حسود ما معنى حسود؟ أي كثير الحسد كثير الحسد اسم الفعل منها حاسد الذي يحسن بكثرة لا نقول حاسد نقول حسود إذن حسود على وزن فعول ولا تعرض إعراض حقود كثير الحقد أيضا الحاقد إذا أكثر الحقد نقول حقود إذن على وزن فعول على وزن فعول رابعا يحب الجمهور اللاعب الرياضي الحريف نقول حريف وليس حريف كما يقول للناس حريف حريف على وزن فعيل إذن هي صيغة مبالغة نقول على وزن فعيل خامسا جاء في الأمثال من مأمنه يؤتى الحذر من مأمنه يعني من أكثر الأماكن اللي هو بتأمن فيها يؤتى الحذر الحذر كثير الحذر يسمى حذر إذن حذر على وزن فعيل حذر على وزن فعيل إذن هي صيغة مبالغة قال ستة قال الشعر وكن على الخير معوانا لذي أمل يرجون داك فإن البحر معوان كن على الخير معوانا أي كثير الإعانة للناس إذن معوان على وزن مفعال مفعال لذي أمل يرجون داك فإن البحر معوان معوان أيضا مفعال نفسها لكن للتأكيد لا بأس طبعا معوانا وممكن أن نقول مفعالا وممكن أن نقول مفعال كلاهما يعني لا مشكلة فيه سابعا لا تكن ثرثارا مكثارا في كلامك مكثار مثل معوان مباشرة مكثارا على وزن مفعال أو مفعالا لا بأس في كلامك فالمكثار كحاطب ليل يعني كالذي يحطب بالليل أيضا المكثار على وزن المفعال ثامنا وأخيرا في هذا التدريب الأول قدمت فاطمة وأسماء تقريرا عن دور المرأة الأردنية المعطاء أي كثيرة العطاء في مجالات التنمية كلها معطاء على وزن مفعال معطاء المربوطة نقول مفعالة أو مفعال لا بأس إذن هي صيغة مبالغة هذا بالنسبة للتدريب الأول وهو أحد أبسط طرق صيغة الأسئلة التي قد تأتي استخرج صيغة المبالغة أو استخرج الصفة المشبهة أيا كان الآن ننتقل إلى التدريب الثاني التدريب الثاني يقول لك حول حول كل فعل مما يأتي إلى صيغة إلى صيغة المبالغة الشائعة في استعمالنا اليومي مع الضبط التام يعني الأكثر استعمالا هذه الأكثر استعمالا توحي أنه قد أحيانا تصو الفعل الواحد على أكثر من صيغة هو يقول لك أريد الأكثر استعمالا غفرة كثير المغفرة ماذا يسمى؟ غفرة غفار ويمكن أن نقول غفور قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى طيب دهن نقول دهان ويمكن أن نقول دهين أيضا لكن الصيغة الأكثر استعمالا صرفة نقول صراف أو صروف صراف أو صرف مثلا محلات الصرافة نقول صراف أنا تجاوزا نجرة الفعل نجرة كثير نجري ومن اسم المهنة يسمى نجار طيب درسة نقول دريس طيب في العامية يقولون دريس لكن قلنا الفتحة خطأ درس طيب طمع فهو طمع هكذا نحن حولناها إلى الصيغة الشائعة لكن نركز على كلمة أنه قال لنا مع الضبط التام يعني هنا نقول غفار دهان صراف أو صروف وعندنا هنا نجار وعندنا هنا دريس وعندنا هنا طمع طيب التدريب الثالث ننتقل إليه الآن يقول لك ميز صيغة المبالغة من اسم الفاعل فيما تحته خط فيما يأتي طيب هو يقول لك ميز يعني إما أن يكون صيغة المبالغة أو يكون اسم فاعل إذن كل خط أو كل كلمة تحتها خط نريد أن نكتب عندها بجانبها فوقها تحتها أي إن كان هل هي صيغة المبالغة أو اسم فاعل اسم الفاعل تكلمنا عنه قال ليكن المرء فصولا بين الحق والباطل فصولا هل تعني أنه يفصل ولا أنه كثير الفصل بين الحق والباطل كثير الفصل يعني صيغة المبالغة نتأكد أيضا فصل فعل ثلاثي صح؟ أخذت منه فصولا فصل إذا أردنا أن نجعلها على وزن فاعل نقول فاصل إذن هذا اسم الفاعل إذن فصول هي صيغة مبالغة على وزن أو صيغة المبالغة على وزن فاعل فصول وليكن صدوق صدوق أيضا صيغة لأنها مثل فصول صيغة مبالغة على وزن فاعل وليكن صدوقا ليؤمن أو ليؤمن على ما يقال وليكن شكورا ليستوجب الزيادة شكور على وزن أيضا فاعل إذن صيغة مبالغة ليستوجب الزيادة وليكن حافظا للسانه حافظ نقول حافظ فهو حافظ حافظ على وزن فاعل إذن هي اسم فاعل حافظ اسم فاعل للسانه مقبلا مقبلا من الفعل أقبل أقبل يقبل مقبل إذن اسم فاعل على قاعدة نحوله للمضارع ثم نقبل الحرف الأول إلى ميم مضمومة مقبل أيضا اسم فاعل وليكن حافظا للسانه مقبلا على شأنه لألا يؤخذ بما لم يصدر عنه حتى لا يحاسب على شيء لم يصدر عنه هذا الفرع الأول الفرع الثاني إذا كان ذواقا أخوك من الهوى موجهة في كل أوب ركائبه فخلي له وجه الفراق ولا تكن مطية رحال كثير مذاهبه إذا كان ذواقا على وزن فعال فعال إذن صيغة مبالغة أخوك من الهوى موجهة في كل أوب ركائبه فخلي له وجه الفراقي ولا تكن مطية رحال أي كثير التلحال إذن هي صيغة مبالغة كثير من الهوى أخوك من الهوى مبالغة أو أخوك من الهوى كثير من الهوى أخوك من الهوى أخوك من الهوى حركةmania فاعل أو كانت مثلا بذولا ومضحيا ضحى يضحي مضح إذن هي اسم فاعل غير ثلاثي طيب سادسا إذا ضاق صدر المرء لم يصف عيشه ولا يستطيع العيش إلا المسامح مسامح سامح يسامح مسامح إذن اسم فاعل غير الثلاثي هكذا عن طريق الوزن نكشف هل كانت صيغة مبالغة أم اسم فاعل خاصة أننا قلنا أن صيغة المبالغة أصلا أخوذها من اسم الفاعل مختلنا باسم الفاعل طيب السؤال الرابع أو التدريب الرابع التدريب الرابع يقول لنا عين الصفات المشبهة فيما يأتي عين الصفات المشبهة فيما يأتي الآن الصفات المشبهة قبل أن ننتقل إلى الحل نقم بتذكير بسيط في أوزان الصفة المشبهة فعلان مؤنسة وفعلاء أفعل مؤنسة وفعلاء فعيل فعال فعال نعود إلى التدريب الرابع عين الصفات المشبهة فيما يأتي أولاً الطيور الجوارح الطيور الجوارح منقارها أعقف وصلب أعقف وصلب طيب الآن الطيور الجوارح منقارها أعقف أعقف هي صفة المنقار هل هي صفة مشبهة؟ ما وزنها؟ نقول وزنها أعقف أي أفعل إذن هي صفة مشبهة أعقف صفة مشبهة طيب صلب هل صلب صفة مشبهة؟ صلب على وزن فعل نرى نعود نرى ماذا كتب هنا فعلان أفعل فعلاء فعيل فعال فعل لا توجد إذن منقارها أعقف هي الصفة المشبهة فعل وجدناها وجدناها أين فعل؟ في صيغة المبالغة وزن فعل إذن منقارها أعقف على وزن أفعل طمعاً هو لم يطلب الصفة المشبهة لم يطلب الوزن طلب فقط التحديد قليل الكلام قليل الندم قليل هل هي صفة؟ نعم هل هي صفة مشبهة؟ وزنها فعيل فعيل من صفات المشبهة؟ المشبهة إذن قليل قليل صفة مشبهة هنا قاعة الأسود في قصر الحمراء في الأندلس من روائع الفن المعماري العربي قاعة الأسود في قصر الحمراء في الأندلس من روائع الفن المعماري العربي أين الصفة المشبهة هنا الآن إذا مررنا على أوزان أفعل فعلاء فعلان فعلاء عندنا هنا فعلاء كيف نجد الحل بهذه الطريقة الحمراء على وزن فعلاء ومذكرها أفعل الذي هو مثلا أحمر أحمر على وزن أفعل إذن هي صحيحة صفة مشبهة فقصر الحمراء طيب يقول لك كثير القراءة غزير الثقافة وهذه يعني مهمة جدا لكي نتطور يجب أن تقرأ حتى تصبح غزير الثقافة كثير على وزن فعيل مثل قليل وغزير أيضا على وزن قليل كثير القراءة غزير الثقافة إذا كثير وغزير صفة مشبهة خامسا لا فرقبين أبيض نحن تعودنا أن الألوان مثل حمراء أحمر ولا أسود هذه كلها صفة مشبهة فالناس جميعهم متساونة في الحقوق والواجبات بصرف النظري عن اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أبيض وأسود طيب ننتقل إلى التدريب الخامس التدريب الخامس يقول ميز الصفات المشبهة من صيغ المبالغة فيما يأتي الآن بدي أميز وهذا يعني السؤال اللي بدنا نركز عليه لأنه معانا الجهتين مع بعض صيغة المبالغة والصفة المشبهة قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان غضبان مباشرة وزنها واضح جلي على وزن فعلان فعلان سلط مبالغة وصفة مشبهة فعلان ومؤنثها فعلة مثل عطشان وعطشة قلنا أنها صفة مشبهة طيب أسفا أسفا يعني من أسف أسف على وزن فعل على وزن فعل فعل هل هي من صيغ المبالغة أم صفة مشبهة من صيغ المبالغة كما قلنا وأشرنا سابقا وذكرنا اليوم صيغة مبالغة إذن نلاحظ أن الأوزان يجب علينا أن نحفظها حفظا جيدا هل هناك غيرها بأس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواحة وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين طيب لو سألنا الظالمين هل يمكن أن نسميها صفة مشبهة أو صيغة المبالغة أو ما هي بالضبط ظالمين مفردها ظالم على وزن فاعل إذن هي اسم فاعل لو أردنا أن نكتبها لكن هو أرد أن نفرق بين الصفة مشبهة وصيغة المبالغة هذا هو هذا المثال ننتقل الآن إلى مثال آخر يقول الشاعر وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر عاجز عاجز الرأي عاجز على وزن فاعل إذن هي اسم فاعل مضياع مضياع على وزن مفعال مفعال هل هي صيغة مبالغة صيغة مبالغة لأننا الأصل يعني نكون حافظين الأوزان لا سمح الله يحفظوه من أن يسا مش حافظينه وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر لا يوجد غيرها قال الشاعر النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر النيل العذب هو الكوثر طيب الآن نحن قلنا مثلا في المثال السابق أسف على وزن فاعل طيب إذا قلنا العذب العذب على وزن الفعل 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 ولا الفعل اللي قلنا نحن مش ذاكرين منتأكد كونه لسا معنا فرصة نعود بهذه الطريقة لنتأكد من الأوزان اللي الأصل نكون حافظينها هذه فعل فعل وهذه فعل حتى لا نخطئ هذه فعل العذب لا نضع أو لا نعتبرها أبدا صيغة مبالغة قال النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه الأخضر هو الكوثر والجنة شاطئه شاطئه على وزن فاعله إذا نسم فاعل الأخضر الأخضر هنا هي أين ذهب القلم قلم هرب الجنة شاطئه الأخضر الأخضر على وزن أفعل وأفعل هي أحسنتم صفة مشبهة الأخضر صفة مشبهة طيب رابعا البشر بطبعهم اجتماعيون ولا غنى لأحد عن الآخر فالخباز في حاجة إلى الطبيب والطبيب في حاجته فأصاب من قال الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا طيب البشر بطبعهم اجتماعيون ولا غنى لأحد عن الآخر فالخباز الخباز على وزن فعال فعال صيغة مبالغة كثير الفعلي كثير الخبز يسمى خبازا الطبيب على وزن فعيل طبيب فعيل صفة مشبهة أو صيغة مبالغة لأنه فعيل مشتركة لكن هل طبيب كثير الطب أم طبيب صفة فيه أنه طبيب يعني يعمل طب إذن الطبيب فعيل إذن صفة مشبهة ليست صيغة مبالغة والطبيب هنا أيضا كذلك الأمر صفة مشبهة مثل أختها رابعا ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور وهذا البيت لكثير عزة إن لم تخني الذاكرة ترى الرجل النحيف النحيف على وزن على وزن فعيل فعيل هل هي صفة مشبهة أو صغط مبالغة النحافة هل هي لأنه فعيل هنا وهنا صفة مشبه وصغط مبالغة النحافة هل هي صفة ولا شيء كثير الفعل النحافة صفة يقول فلان نحيف فلان سمين مثلا فإذن هي صفة مشبهة وفي أثوابه أسد هصور وهصور على وزن فعول فعول صيغة مبالغة هصور يعني كثير الهصر يزأر بقوة وفي أثوابه أسد هصور وهصور صيغة مبالغة هذا بالنسبة للتدريب الخامس الآن التدريب السادس أعم وأشمل يقول لك بيّن نوع المشتق الذي تحته خط فيما يأتي ثم ذكر فعله بيّن نوع المشتق لتحته خط ثم ذكر فعله إذا كترجو إلى فعله في هذه الحالة نعود إلى القلم الأحمر ونقرأ قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب الله يجعلنا منهم قولوا آمين قال هذا ذكر وإن للمتقين المتقين هل هي اسم فاعل اسم مفعول صيغة مبالغة صفة مشبهة المتقين من الفعل أولا نعود للفعل لأنه يريد الفعل أصلا نكتب الفعل الفعل اتقى المتقين اتقى اتقى هل هو ثلاثي أو غير ثلاثي غير ثلاثي لو جربنا مثلا اسم الفاعل أول شيء ممكننا نجربه اتقى نحوله إلى المضارع يتقي نقلبها إلى مين مضمومة تصبح متقي جمعها متقين إذن هي اسم فاعل نقول اسم فاعل وفعلها اتقى جنات جنات عدن مفتحة مفتحة لهم الأبواب طيب مفتحة من معناها هل هي اسم فاعل اسم مفعول صيغة مبالغة أم صفة مشبه مفتحة هل هي التي فتحت أم فتحت لأنها تشير إشارة إلى أنها مثل المبني المجهول تشبه المبني المجهول إذن طالما تشبه المبني المجهول إذن هي اسم مفعول لكن لنتأكد أولا مفتحة طالما أنها ليست على وزن مفعول إذن يجب أن تكون من غير الثلاثي يجب أن تكون من غير الثلاثي طيب الآن لنجرب مثلا إن فتح ينفتح منفتح منفتح طيب منفتح هذه اسم فاعل الآن إذا كنت أريد اسم المفعول منها أقول منفتحة مثلا هل سمعتم منفتحة قبل ذلك لا تستخدم عادة ماذا يفعلون هنا الميم والنون يقومون بشيء الذين يقرون القرآن مثلا يعرفوه بكثرة والمبدعين في اللغة أيضا يعرفوه هذا موجود في القرآن في اللغة يسمى إضغام فيقولون مفتحة لهم الأبواب طيب نحن لا نعرف الإضغام يا أستاذ كيف نعرف الحل نعرفوها عن طريقة المعنى نقول إن هناك طريقتين إما في الوزن أو في المعنى المعنى مفتحة لهم الأبواب هل هي الأبواب فتحت لهم أم فتحت لهم فتحت لهم إذن وقع عليها الفعل إذن هي اسم مفعول مفتحة لهم الأبواب نقول اسم مفعول من الفعل إن فتاح الباب فتح الباب الباب منفتح أو الأبواب مفتحة طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولا كب مثله الآن الموكل الموكل كيف سنعرف مثلا صيغة الوزن الذي هي عليه وكيف سنجد هذه المشتقة ونوعها نقول مثلا الموكل الموكل يعني هناك من أوكله أوكله فعل نكتبها هنا أوكله هي الفعل نجرب مثلا اسم الفعل اسم مفعول أول شيء أخذنا نقول أوكل يوكل موكل 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 هو اسم فاعد اسم المفعول منه موكل الان ما هذه الان ما هذه هذه موكل موكل إذن ليست موكل وليست موكل هي كثير الإيكال له موكل مثل مفعّل إذن كثير الإيكال إذن هذه صيغة مبالغة من الفعل أوكله من الفعل أوكله طيب الآن المثال الثالث أبو بكر الصديق أول خلفاء رشدين الصديق طبعا بدون ما نفكر معروفة الصديق سيغط مبالغة كثير الصدق وفعلها أو وزنها فعيل وفعلها صدق فهو صادق وصديق طيب رابعا وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم عائب عائب على وزن فاعل مثل صائن فهي اسم فاعل من الفعل عابة خمسة أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والزمان جديب وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب طيب والزمان جديب جديب من الجدب يعني على وزن فعيل فعيل هل هي صيغة مبالغة أم صفا مشبهة جديب أي يعني الزمان جديب يقول الأرض جدباء إذن فعيل هنا هل هي صيغة مبالغة أم صفا مشبهة الزمان جديب يعني كثير الجدبي إن هذا صفا دائمة يعني صفا عفوا موجودة بكثرة فإذن أقول صيغة مبالغة لأنه يتحدث عن الزمان صيغة مبالغة وزنها جدباء نقول جدبت الأرض أي قحطت وجفت وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيبه وجه الكريم خصيبه الوجه خصيب خصيب هذه صيغة مبالغة من صفا مشبهة صفا مشبهة أنا أتحدث عن الوجه هنا صفا مشبهة من الفعل خصيبة خصيبة خصيب طيب الآن التدريب السابع التدريب السابع يقول هاتفة تصف فيها معلمة مثابرة في حياتها العملية على أن تتضمن خمس صفات هي قوة الشخصية رجاحة العقل الوقار النباهة مشبهة الأمانة على أن تضمن خمس صفات يعني هذه الصفات مشبهة صفات يجب أن تحضر فيها هذه الخمس كلمات من ضمن الفقرة لكن بشرط أن تكون صفا مشبهة الآن يمكنك أن تكتب كل ما تريد لكن كيف قوة الشخصية كيف تجعلها صفا مشبهة تقول تقول كانت المعلمة مثلا قوية الشخصية رجاحة العقل نحن قلنا الصفة المشبهة لها صيغ فعال فعال فعيل أفعل مؤنسها فعلا وفعلا مؤنسها فعلا طيب نقول كانت مثلا نبدأ بواحدة واحدة كانت رجحة العقل مثلا لا نقول كانت رجحة العقل لا كانت رجيحة العقل لا كانت عندها رجاحة رجاحة كان لديها مثلا رجاحة العقل رجاحة هذه نفسها رجاحة على وزن فعالة إذن هي بحد ذاتها رجاحة صفة مشبهة لكن نضيفها إلى فقرة حتى لا نكمل الوقار الوقار نقول كانت وقورة وقورة طيب النباها نقول نبيها فعال الأمانة أمينة هذه الصفات طيب التدريب الثامن نصمم على جهاز الحجوب سوب جدولا تعقد فيه مقارنة بين صيغة المبالغ وصفة مشبهة باسم الفاعل من حيث الدلالة والصيغ والأوزان والفعل الذي تأخذ منه من حيث اللزوم والتعدي طبعا هذه مقارنة نحن أجريناها لكن لكم أن تجروها أيضا وعندما تجرونها بإمكانكم إذا كان تصميما جيدا أن ترسلوه هنا ونضعوه إن شاء الله على المنصة بأسمائكم وجهودكم الطيبة هذا بالنسبة للأسئلة نكون قد اكتفينا اليوم مع صغة المبالغة والصفة المشبهة مع مراجع الاسم الفاعل واسم المفعول الله يعطيكم العافية ويقويكم وبالتوفيق والنجاح والتمييز بإذن الله يا مبتعين الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة